السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد النهاردة بنتكلم عن موضوع جديد خالص جديد على التشانل وجديد كمان على اكسل الموضوع ده موجود بس في مايكروسوفت 365 او اوفيس 365 وهي مجموعة من انواع البيانات الجديدة الكسل 365 بيدي لك انواع جديدة من البيانات وهي باختصار البيانات الجغرافية وبيانات العملات او وبيانات الاسهم او النهاردة عايزين نتكلم على البيانات الجغرافية طيب نعمل ايه بالبيانات الجغرافية دي تخيل حركة انت عندك لستة من البلدان زي هنا مثلا مصر والسعودية والامارات وساوس افريكا وتنزانيا ومطلوب من حركة انت تجيب معلومات عن البلاد دي معلومات جغرافية زي مثلا الاسم الرسمي بتاعها يعني مثلا ايجيبت هي Arab Republic of Egypt الاسم المختصر ممكن زي EGY بالنسبة لمصر العلم عايز شوف رسمة العلم بتاعت مصر محتاج العملة محتاج مفتاح الهاتف عاد السكان الناتج المحلي الاجمالي او محتاج كمان العاصمة او الكابيتل كل المعلومات دي لو انت مطلوب منك تعملها في لستة كبيرة من البلدان محتاج تروح تعمل سيرش على النات وتروح مثلا زي ويكيبيديا وتبدأ تجمع البيانات دي بشكل يدوي او لو انت شاطر شوية ممكن تعمل ده بالباور كويري وتروح دور بقى فين في الواب الكلام ده وتبدأ تكونكت بالباور كويري على المعلومات دي ولكن اجسال ادالك حاجة ظريفة قوي ان انت مجرد انك حولت قائمة البلدان دي الى بيانات جغرافية هو الواحد ويقدر يجيب لك كل المعلومات دي بشكل تلقائي وبشكل سريع جدا لكن لازم تكون متوصل بالانترنت ولازم يكون عندك ماكروسوفت 365 او اوفيس 365 على شمال الجدول اللي معانا فيه اسامي لست بلدان مصر والسعودية والامارات وجنوب افريقيا وتنزانيا والكونغو والمطلوب مني ان انا اجيب معلومات جغرافية عن الست بلدان دول وليكن مثلا بجمع معلومات علشان نفتح فرع في بعض من البلدان دي ومحتاج اجيب شوية بيانات طيب خد بالك اول خطوة لازم قبل اي حاجة ان انا احول الست اسامي دول الى جيوجرافيك ديتا او اقول للاكسل لو سمحت اخد بالك ان دي معلومات جغرافية اعمل الكلام ده ازاي هروح على الديتا ريبن من فوق هاختار ديتا ريبن حلاقي حاجة اسمها ديتا تايبس وزي ما انت شايف حلاقي ستوكس وحلاقي كارنسي لو خدت سهم واحد لتحت هتلاقي حاجة اسمها جيوجرافي فلو دوست على جيوجرافي بص لما اعمل هوفر كده بيكتب لك تحتيها زي ما انت شايف مكتوب ايه مكتوب كونفيرت تو جيوجرافي فما فيش مشكلة خالص هدوس على كونفيرت جيوجرافي وتعالى بص ايه اللي بيحصل هتلاقي زي بها راك عمل الايكون اللي موجود على الشمال ده وحتلاقي زهر ايكون تاني على يمين وجنبيه البلاس وجنبيه كلمة insert data يعني معنى كده ان انا دوست عليه ممكن ازاود ديتا جديدة طب قبل ما ندوس على ده تعالى كده نروح على الايكون اللي على الشمال هلاقي انا ممكن ادوس عليه مكتوب جنبه show card لو دوست عليه هتلاقي فتح لي كارت خد بالك وكده بيلود من الانترنت وجاب لي قادي العالم وقادي مصر وقال لك العاصمة بتاعتها كايرو ولو عملت scroll down هتلاقي كل البيانات المتاحة هتلاقي leaders ادي اسم الرئيس وبعد كده هتلاقي population وبعد كده area المساحة والappreviation eg وبعد كده زي ما انت شايف معلومات كتير جدا تخص البلد لو روحت اخترت الكارت الجنب السعودية هيحصل نفس الكلام ادي العالم ولو ما عملت scroll تحت هتلاقي كل البيانات اللي حراك ممكن تكون محتاجها طبعا مش ده انا عايز وانا محتاج احط البيانات دي زي ما انت شايف في الكولومز بس فاديته ايه ان انا هتأكد من البلد اللي انا اخترتها يعني مثلا في حالة الكونغو اللي عالم فيه اتنين كونغو فيه كونغو ديمقراطية وفيه جمهورية الكونغو فواحدة فيه مع عاصمتها كينشاسا والتانية عاصمتها برازافيل فلو روحت اخترت الكارت بتاع الكونغو هتلاقي جاب لك البيانات كلها ده عالم الكونغو برازافيل اللي وقادي كتب لك برازافيل بس انا مش عايز برازافيل الصراحة انا عايز الكونغو التانية الديمقراطية اللي عاصمتها كينشاسا فممكن بقى اجي هنا واعدل الكلام اللي انا كاتبه بدلا لما اكتب كونغو كده بس ممكن اكتب ديمقراتيك ريبوبلك أوف كونغو وادوس انتر حيروح بقى حاوي يدور على الاسم المزبوط تعال بقى بص كده لو اخترنا تاني مزبوط ده عالم الكونغو كينشاسا وفعلا العاصمة زي ما انت شايف كينشاسا فالكارت ده مهم جدا حيخاليني اقدر اعرف انا اخترت البلد صح ولا غيرت طيب تعال بقى نبدأ نشوف ازي ممكن نزود الديتا وانا واقف هنا هتلاقي البلاس اللي موجودة دي او الكارت اللي عليه بلاس ده لو روحت وقفت عليه حيقولك insert data لو دوست عليه حيجبلي الديتا اللي ممكن اعمل لها insertion طيب احنا قلنا اول حاجة محتاجين الاسم الرسمي او the official name ممكن ا scroll down في official name double click جاب لي اهو arab republic of egypt طيب عملها ازاي لو دخلت جوه الفومولابار هتلاقي عمل معادلة بس عمل reference على cell وبعد كده حط بعديها dot ولما حطت dot حط بعد كده the official name فجابه لي automatic المعادلة دي عادي جدا ممكن اعمل لها scroll فانا واقف هنا لو شدتها لتحت هتشتغل معاك مفيش مشكلة خالص جاب لك الاسم الرسمي ايجيبت هي arab republic of egypt وي سعودي اريبيا هي kingdom of saudi اريبيا وهكذا لغاية الاخر طيب عايز ازود معلومات تاني ممكن بقى المنادي اختار الكولوم كله ومع نفس الكارت حدوس كده المعلومة التانية اللي انا عايزها كانت معلومة الاسم المختصر او ال abbreviation موجودة فوق ادي abbreviation double click جاب لك كلهم مرة واحدة ولو دخلت هتلاقي المعادلة بنفس الطريقة طيب العلم تعان جرب احنا عملها بادينا هدوس equal واروح اختار ال cell a6 وبعد كده احط ال dot اداني كل الامكانيات المتاحة العلم هتلاقيه متسجل على ال image فحكتب im عشان اجيب image بعد كده وenter ادي علم مصر وممكن ااخد copy من المعادلة دي alt h v f فاجاب لك على طول عشان اكابي بس المعادلة ادي الاعلام كلها بتاعة البلاد اللي موجودة بعد كده currency تعالى نجربه تاني ممكن اختار بعد كده currency انزل تحت حلقي currency code اختاره ادي العملات e g p او egyptian pound sar او سعودي ريال aed اللي هو الدرهم الاماراتي وهكذا بعد كده محتاجين مفتاح الهاتف darling code ممكن اختاره برضو من هنا هتلاقي اسمه darling code ادي double click شوية بقى معلومات احصائية اول حاجة عدد السكان او population انزل تحت حلقي population double click ادي population g d p برضو انا مختار البلاد من هنا مفيش مشكلة اختار g d p او الناتج المحلي الاجمالي مفيش مشكلة خالص ادي g d p واخر حاجة محتاجين نعرف العاصمة او capital نفس الكلام هتلاقي هنا كلمة capital زي ما انت شايف capital او major city دوس عليها جاب لك capital والمرضي كمان جايبها لك معلومات جغرافية هي كمان زي ما انت شايف اهو ليها كمان كارت كايرو ليها كارت لو دوست عليه هتلاقي حضرتك ادي صورة للقاهرة وحتلاقي البيانات الخاصة بالقاهرة وهكذا طيب في حاجة ثانية ممكن نجربها تعال نجرب ناخد copy من العواصم دي ونروح ننزلها تحت خالص وناخد منها paste value طبعا هو مازال فاهم ان هي geografical data مفيش مشكلة تعال نكتب فوق مثلا كلمة city ندي عنوان للقولم ده وتعال احاول الى table فهدوس ctrl t وطبعا my table has headers ودوس enter زي ما تعودنا فوق على الشمال اديله اسم فممكن ده اسمي ال capital او العاصمة مفيش مشكلة الكارت برضو ظاهر كله زي ما انت شايف اختار اي سل والكارت بتاعك ظاهر بس المراضي انا اشغال جوا table بص بقى هتبقى ظريفة اوي لو رحت كده مثلا واختارت المراضي image فهيعمل ايه انشأ column جديد حطي لك المعادلة الجديدة نفس الحكاية بالزبط معادلة image فوق بس كمان زود لك الheader لوحد واتوماتيك مش محتاجة انت بقى تكتب وتسطر وتعمل تعال نزود حاجة كمان وليكن مثلا الarea مفيش مشكلة خالص تعال نزود حاجة كمان وليكن ال population او عدد السكان مفيش مشكلة جاب لك ال population كلنا بتكلم بقى المراضي على القاهرة فوق القاهرة والرياض وابوضبي كنا طبعا فوق بنتكلم على البلد نفسها لكن هنا بنتكلم على العواصم مفيش مشكلة خالص لو جربت كمان ممكن تلاقي احياء وحاجات زي كده جرب بنفسك تعال حاول تشوف الاحياء المحيطة بيك لو لها معلومات جغرافية على السايت الاسم بنج حتلاقي مفيش مشكلة خالص بيجيب لك كل المعلومات المتاحة على الويب سايت ده طبعا اسهل كتير جدا من انك تعمل الكلام ده بشكل يدوي طيب قبل ما نقفل الفيديو تعال اوريك لو كلام ده مكتوب بالعربي هل يقدر يساعد نا لا تعال نروح اسم خمس او ست بلدان بردو بس كلها بلدان العربية المرادة جربت اعمل بلاد اجنبية ولكن مقدر يفهمها لكن البلد العربية يستطيع يفهمها فلو اخترت مصر والسعادية والكويت والأردن والمغرب تعال نروح على ديتا وتعال نختار الجيوغرافيك ديتا زي ما عملنا المرة اللي فاتت حتيب اخد وقت شوية بيحاول يفهم مين دول لكن حول هملك برضو الى جيوغرافيك ديتا وفهمت ده من الايكون اللي موجود على يمين بس زي ما انت شايف الابهم باللغة الانجليزية ولكن الابهم مظبوط او ايجيبت وساودي اريبيا ومماتل الارب اميريتس وكويت وكل حاجة تعال بقى نجرب ادي مثلا نفس الحكاية تعال نجرب مفيش مشاكل خالص جاب لك مظبوط كينجدوم مروكو وهشمت كينجدوم اف جوردن يعني ماشى تمام ولو حاولت تكمل بقية المعلومات زي ما عوان المرور الفاتد هيشتغل معك بشكل هايل ولكن للأسف مضطر حتى لو كتب البلاد باللغة العربية حيضطر انه يديها لك باللغة الانجليزية لو انت بعد كده ممكن تترجم مفيش مشكلة لكن المتاح انه يديها لك في الوقت الحالي باللغة الانجليزية بكده نكون وصلنا لهذه الفيديو قبل ما سيبك لو سمحت اشترك في القناة وعمل لايك للفيديو لو عجبك واسب لي تعليق وشكرا جدا لوقتك واشوفك في الفيديو الجاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته